عقب انتهاء فعاليات قمة دول جوار السودان النهاردة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى برئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في لقاء ثنائي بحثا خلاله سويا سبل تسوية الأزمة في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا وقضية سد النهضة وعقب هذا اللقاء نشر رئيس وزراء إثيوبيا على حسابه الخاص والرسمي على موقع التدوينات تويتر نشر تغريدة لي ان شاء الله تطلع قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي كتب فيها ساعت بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة لإجراء محادثات تتسم بروح التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك حول جلسة المباحثات بعدها الحقيقة صدر بيان مشترك بين البلدين وجاء فيه البيان أن الزعيمان جددا تأكيد إرادتهم السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واختصاديا وثقافيا وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي حيث اتفقا على الآتي واحد الشروع فيه مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر رقم اتنين أنه خلال فترة هذه المفاوضات أوضحت إثيوبيا التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين بعدم الحاق أي ضرر دي شأن بمصر والسودان بما يوفر الاحتياجات المائية لكل البلدين لقاء النهاردة الحقيقة لقاء مهم ونقدر نقول أنه إن شاء الله هيحرك المياه الراكدة فيما يخص أزمة سد النهضة وخليني هنا ألف تنتباه حضرتكم أن هذا اللقاء الثنائي والمباحثات اللي تمت بين الرئيس السيسي ورئيس إثيوبيا أبي أحمد ده يمكن أول لقاء مباشر فيما بينهما منذ سنوات لأنه آخر لقاء مباشر كان لقاء مباشر هنا مش بتكلم على مجرد لقاء والقاء التحية كما حدث فيه مؤتمر باريس الأخير لا بتكلم هنا على جلسة مباحثات ومفاوضات آخر جلسة كانت حصلت الحقيقة كانت في إطار جولة المفاوضات ما بين مصر وإثيوبيا والسودان كانت آخرهم في إبريل عشرين واحد وعشرين في كنشاسة عاصمة الكنغة الديمقراطية ومن بعدها توقفت المفاوضات وتوقفت أي لقاءات مباشرة فبإذن الله هذا اللقاء الثنائي النهاردة يبقى نواة طيبة ويبدأ تحرك إيجابي من بعد هذا اللقاء لحل حالة أيضا مشكلة سد النهضة بما يحقق التنمية المأمولة لإثيوبيا ولا يحدث معها أي ضرر في حصة مصر المائية من مياه النيل وأيضا في ما يخص حصة السودان الشقيق ترجمة نانسي قنقر